وتحدث أيضاً على أنهم يطلبون من الجزائر العلاج والأدوية والسلاح ذكر لفظ السلاح وهذا راه ورط الجزائر معناها هذا الوزير راه أقر بما كنا نتحدث عنه أن السلاح الذي تستعمله البوليزاريو هو من طرف الجزائر لذلك الجزائر راه في حرب الوكالة عندما نعطي سلاحي إلى طرف معين وهذا الطرف يقاتل معناها راني في حرب الوكالة والجزائر تحاول أن تخفي هذا الأمر وتتهرب منه وما إلى ذلك هذا هو الوقع معناها لما يجي المغرب يقول للجزائر أنت طرف رك طرف رأوا الخطر ليس في موقف كالدبلوماسي الخطر عندما تتحول إلى تعطي المال والسلاح إلى مقاتل يقاتل طرف أنت تعلن بأنك في عداء معاه وأنه هناك الصراع معاه إذن أنت في حرب أنت طرف في هذه القضية هذه هي الحقيقة التي أقر بها هذا الوزير حقيقة مرة أنت تقول أمام المؤمن المتحدة أن الجزائر ليس الطرف أنه عضو ملاحظ وأنت تعطي في سلاحك يا جزائريين راهي أموال طائلة لتصرفها ومؤسسة العسكرية على جلب أسلحة وعلى صفقات تسليح جيبها وتعطيها للبوليزاريو معناها أموال طائلة تبذر في هذه الحرب ترى هل هذه مواقف يعني اتخذتها القيادة السياسية هل نوقشت في البرلمان الجزائري ولا شيء يعني جي مؤسسة عسكرية جي جنرال تحكم له في رأسه يعاية البوليزاريو روحوا المخازن الأسلحة في تندوف ادوا واشتعبوا وروحوا قاتلوا المغرب ولا شيء لا قرار سياسي ولا شيء جينيرالاتي يكره المغرب أي أرواحة دي السلاح ما أنا زيف اقتصادي كبير واعتراف خطير معناها الأمم المتحدة هنا التي منذ مدة هي تعمل في إطار وقف إطلاق النار واتفاقية وقف إطلاق النار الجزائر لم تلتزم بها الجزائر تمول في البوليزاريو بالسلاح يعني معناها أنه كان وقف إطلاق نار شكلي الجزائر في مرحلة معينة احتاجت إلى توقيف هذا القتال أوقفته عندما أرادت أن تعود للقتال أمرت البوليزاريو أن يعوده الرجل كان يتحدث واضح بأنه لا يملك أي قرار البوليزاريو ما تملكش القرار هذه الحقيقة التي بدت على لسان هذا الوزير وهذه المعلومة نعرفوها هذا ليس طعلا في قضية صحراويين هذا أمر يخصهم وهذا شأنهم ليس شأني أنا كجزائري عندما أرى صحراوي يعذب أو ينتهك حقوقه في الصحراء ولا في الداخل ولا في العيون ولا في أي مكان ولا حتى في الرباط سندافع عنه لأنه هذا انتهاك لحقوق الإنسان فقط وأيضا في الجزائر وفي المخيمات وما إلى ذلك إذا تعرض صحراوي إلى الإذاء ندافع عنه في إطار القوانين الدولية والمواثيق وحقوق الإنسان فقط يعني نتحدث أيضا أشهر إلى الرشوة يعطوا بالهواتف بيش يقضوا مصالحهم وحد الكارثة يا جماعة البوليزاريو لقيت فطرة معينة ما نتكلم عن فطرة لما كانت الجزائر ما فيهاش فساد لكن عندما غرقت الجزائر في الفساد حتى البوليزاريو غرقت في الفساد وصارت يعني تدي وتجيب مع جزائريين فسدين تسرق المساعدات الاجتماعية تباع تسرق المساعدات الأممية صفقات تهريب سيارات تهريب أموال تهريب عملة واحد الكوارث راح صحراوي في زمن معين كان مهتم بقضيته خاصة في مرحلة احتلال إسباني كانت قضيته مقدسة وماشية 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 دنسوها عندما تدخلت فيها الجزائر تدخلت فيها الجزائر وتغرق تغرق فيها حتى أفقدتهم القرار عندما أفقدتهم القرار دنست لهم هذه القضية لأن هذا نظام فاسد مع شعبه كيف سيكون مظيف مع شعوب أخرى تنشو التقرير مصيرها أو تنفصل أو تفعل ما تريد هذا شأنها ما يخص الجزائر أن هذه القضية دبلوماسية فقط لكن أن تكون قضية تسلح وتعطي السلاح وتدير صفقات تسليح وتستورد أسلحة من دول من دول لا تعترف بالجمهورية الصحراوية وجيبها باسم الجزائر ثم تعطيها تحت الطاولة إلى البوليزاريو أولاً هذا يعتبر احتيال على دول أمر آخر راه تطاول وخروج عن الشرعية الدولية الشرعية الدولية القائمة الآن هو وقف العمل المسلح العمل على تهيئة الأرضية في إطار استفتاء وتقري المصير هذا شرعية في إطار الأمم المتحدة منذ التسعينات ولكن مواقف الدول تغيرت هناك دول اعترفت ببوليزاريو سحبت اعترافاتها وهناك جمدتها وهناك دول الأكثرية لا تعترف بهذه الجمهورية أصلاً وتراها وحدة ترابية وتعترف بمقترح الحكم الذاتي